في الرسالة المؤلفة من 2332 كلمة وجه الرئيس الفرنسي إمناولو ماكرون سلسلة من الأسئلة معبرا عن أمله في أن يجيب الفرنسيون عليها في لقاءات عامة بمختلف أنحاء البلاد مؤكدا في رسالته بأن نقاش الثلاثاء ليس انتخابات ولا استفتاء ووعد ماكرون بأنه سيستخلص كل الاستنتاجات الممكنة من هذا النقاش غير المسبوق بهدف الخروج من الأزمة بعد أن تعهد فيها بالنظر في الأفكار الجديدة وتأتي مبادرة ماكرون بعد تسعة أسابيع من احتجاجات السترات الصفراء التي شهدت أعمال عنف انهزت الاقتصاد وتحدت سلطة ماكرون وكان لها دون في تراجع شعبية ماكرون إلى 27% بحسب استطلاع أجراه مهد أودوكسا بعد شهر على بدر احتجاجات وغداتها سبت تاسع من التظاهرات التي نظمها تحرك السترات الصفراء وشهدت إعادة تعبئة في صفوفه يؤكد الرئيس الفرنسي أن مخترحات الفرنسيين ستسمح ببناء عقد جديد للأمة وبتنظيم عمل الحكومة والبرلمان وكذلك مواقف فرنسا على المستويين الأوروبي والدولي ناشطون سطرات الصفراء كانوا قد نزلوا إلى الشارع للتنديد بسياسات الحكومة المالية والاجتماعية وتمكن السبت من حجد 84 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا في مقابل نحو 50 ألف النسبوع الذي سبقه بحسب وزارة الداخلية وبحسب المراقبين يبدو أن ماكرون يستبعد إلغاء بعض الإصلاحات الاقتصادية المؤيدة للاستثمار ومنها إلغاء ضريبة على الثروة والتي أكسبته لقب رئيس الأثرية إذ أضاف في رسالته عندما تكون الضرائب مرتفعة فإن موارد الاقتصاد ستعاني بدلاً من استثمارها بشكل مفيد في الشركات وتوفير وظائف وفي النمو لكنها تتعاني بدلاً من استثمارها بشكل مفيد